ومشاهدين الكرام لمتابعة هذا الموضوع في التحليل والمتابعة معنا هنا في الستوديو الدكتور هشام الهاشمي الخبير الأمني والاستراتيجي أهلا بك سيد هشام ضيفا على شاشة الفلوجة في استوديو هاتها معركة الأمتار القليلة طالت نوعا ما ولكن على وشك أن تنتهي ما الذي يمنع إعلان بيان النصر برأيك؟ ربما الأسباب هي سياسية فيما يبدو لي سابقا القوات المشتركة العراقية أعلنت النصر وانهارت المعنويات لهذا التنظيم المتطرب في الفلوجة حينما تم تحرير بعض المناطق المركزية وأكثر من 70% أعلن النصر علما كانت هناك مناطق الحلابسة ومناطق كثيرة في المنطقة الجنوبية للفلوجة غير محررة اكتسبنا في تلك المبادرة الكثير من عمليات ملاحقة فلول هذا التنظيم وأيضا متابعة تلك الأرتال التي نجحنا في استهدافها في ذلك الوقت كذلك في الساحل الأيسر من الموصل أعلن النصر مبكرا علما كان هناك 10% من الساحل الأيسر غير محرر في منطقة جزء من الحي العربي الرشيدية وقرقوين ووصولا إلى بادوش هذه لم تكن محررة أعلن النصر فكان عملية التسريع بشكل سريع ربما هو الموضوع السياسي وهذا واضح من تصريحات الدكتور العبادي ومكتبه يحذرون أن هناك من يحاول أن ينسب النصر إلى نفسه وبالتالي حتى المرجعية تنبهت إلى هذا الموضوع وعززت أن النصر هو بالتضحيات العزيزة لدماء الشهداء والجرحة وأيضا لمن هو في الميدان من المقاتلين من القوات المشتركة العراقية معركة الأمتال الأخيرة تقريبا انتهت والآن المساحة التي تسيطر عليها بعض فلول داعش ربما تساوي صفرا هناك مجاميع للقنص غير متواصلة مع بعضها البعض تقاتل بطريقة الفلول المتربصة أو بطريقة الفلول المختبئة عسكريا تحول القتال إلى قتال أمني وهو قتال استخباراتي لمتابعة هذه الفلول وبالتالي عسكريا كما صرحت القيادة المشتركة ربما الساعات القادمة سيكون إعلان النصر على لسان القوات المشتركة العراقية أو حتى على لسان القادة العام القوات المسلحة العراقية السيد العبادي يعني أن يكون هناك نوع من التنافس السياسي على هذه القضية على النصر والتسابق في إعلان البيانات برأيك ما هي تداعياته على أجواء طرد تنظيم داعش وتوقف القتال في مدينة الممسل حقيقة داعش تنهار وانتهى موضوعه وبالتالي منذ فجر اليوم كانت هناك مجاميع تحاول عبور إلى الضفة اليسرى وتم استهدافهم بالقوات الأمنية التي تتربص لهم عبر ربايا وعبر سواتر ترابية بحسب الأعداد التي ذكرت من 30 إلى 35 شخص حاول الهروب وهذا يعني أنهم فقدوا قدرتهم على التواصل تحت ما يعرم ببيعة الموت التي هم تعاقدوا وتعاهدوا عليها في المدينة القديمة سياسيا أظن هناك تسابق وتنافس كبير داخل التحالف الوطني العراقي خاصة داخل اتلاف دولة القانون من يزعم أن النصر كان سببا فيه أو من يزعم أن النصر تحقق بمعية حزبة أظن أن الدكتور العبادة أيضا لم يعطي مجالا لكل هذه الإرهاصات وهو السبب في رأيي بتأخير النصر من 29 ستة ثم تأخر من 4 سبعة إلى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر